اشتركوا في القناة 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 بيبقى فيه فترة تقريباً قبل البطولة قبل البطولة لا تقلع عن ثلاث تسهول بتبقى فيه فترة أعداد كاملة تمرين مكسفة جداً بتبقى الصبح وبعد الدور لحين وصول معهد البطولة قبلها الأسموع بيبتدوا ينزلوا بالحمل التدريبي لحين دخول البطولة لقى بتسمحة من الألعاب الصعبة جداً لأن انت بيبقى عند حضرك عندك تمرين إجباري في الفجر وفيه تمرينة تانية بتبقى بعد الدور أصعب ما في الموضوع طبعاً هو تمرين الفجر يعني تمرين الفجر حضرك مش متخيلة حجم المساقة اللي بيواجهها لصباح عشان يصحى الساعة أربعة الصبح عشان يبقى موجود في النادي من خمسة لأربعة عشان يبتدي يصحى الأرضي قبل ما ينزل ويبتدي ينزل تمرينه في الأيام العادية أقول في الأيام هي غير أيام الدراسة بيبقى الموضوع إلى حد ما سهل شوية بس أيام الدراسة بيبقى صعب جداً بيخلص بيخلص مثلاً دلوش بالليل أو تمرين متأخر بالليل ومو كبر إن هو يصحى تاني يوم الصبح بدري عشان يجي يحضر تمرين الفجر فطبع اللعبة فيها مساقة غير عادية على الصباح وعلى ولي الأمر طبعاً طيب إحنا عارفين أنت تشتغل تكلمين أكتر عن إزاي بتقدري توزني بين البيت والمذاكرة والشغل وكمان التمرينات سوى الموضوع صعب صعب جداً سوصاً أنا محمد ليه أخو أخوه أصغر منه فسأت ابتدائي وأخته لسه في كي جي وان فهو الموضوع صعب مع الشغل كمان مع أن محمد قريدي السباحة مش بتخليه قادر يتابع دروسه فلازم أنا بمسك محمد في فترة الامتحانات دي يعني عارفة لي بيدي حد حاجة بالمعلقة قاعد أحفظ يعني ناعد نحفظ مع بعض ونذاكر مع بعض وكده في نفس الوقت أخوه برضو بتبقى فترة امتحانات لازم أذاكر معين ما نفعش أثر مع أخوه أو مع أخته مع الشغل كمان مع أن أنا جاية من الشغل جاري عايزة حضر الحاجة وعايزة أطلع أجري عشان أودي التمارين فيعني حياتنا كلها راش يعني عارفة عجلة كده عمالة تجري ورا بعضها تحسي أن الموضوع مجهد جدا أوقات كثيرة بصراحة بتعب قوي يعني أوقات بروح الشغل أصلا ببقى مش قادرة يعني مرهقة جدا تعبانة جدا أبسط حاجة محمد كان مبارح في العمومي لعب عمومي لعب إفنت في العمومي الصبح وبعدين الفاينالز بالليل أنا وديته لعب الإفنت الصبح ورجعت على شغلي وبعد شغلي رجعت له تاني قاعدت استنيت وكل ده أنا بره بيتي وصعيب أولادي مع ماما وباباهم ربنا يخليه وكده صعيب أولادي ورحت له الإفنت بتاع بالليل قاعدنا حضرنا الإفنت وكده وهو عمل كويس الحمد لله بس اللي هو أنا خارجة من بيتي سي مثلا ستة الصبح راجع 11 بالليل فغالباً تبقى كلها أيام البطولات كده إرهاق إفنت الصبح إفنت بالليل طبعاً مش بنروح لأن احنا مش ورنا بعيد فبقى حب أنه هو يعد يريح بحجز له مثلا فوقتين جنب جنب الأستاد أو كده عشانه برضو إرهاق عليه أنه هو يفضل رايح وجاي بس في نفس الوقت إرهاق علي وفكرة أن أنا سيب الولاد برضو الولاد الصغيرين برضو بتبقى بس والله أنا بحاول على قدم ما أقدر أن أنا ما أصارش معيهم على قدم ما أقدر بخلي بالي منهم ومن احتياجاتهم وكده بس يعني هي السباحة بقى منا لعبة مرهقة جداً مشكلتها ست تمارين يعني المنموم ست تمارين كل يوم بيروح يتمرن غير الفيتنس وحدات كتير قوي يعني برضو مش سهلة بصراحة يعني هي من أصعب اللعبات يعني مرهقة جداً بس الحمد لله ربنا يقدرنا ونقدر وقفين وراه وجام بقول حد ما ربنا يكرمه ويقدر هو يعتمد على نفسه تماماً يعني محمداني عندي 14 سنة سباح فنادي لاشة أنا بدأت وان عندي أربع سنين مابا بابا هم دخلون دي السباحة مش كنوع من نهما بيحبوها كجابة يعني وهم عايزين يبقى سباحة عمتاناً أنا ما فيش أنا يعني ببقى متمرن تمرينين وساعات ثلاثة في اليوم مثلاً وما فيش فقى نظام أكل وكده ولو في مدرسة بروح المدرسة بعد كده أرجع على التمرين برجع لغده وأنام شوية بعد كده أروح التمرين وانا بابا وماما دخلوه السباحة أنا صغير يعني ساعتها كنت رخص أربع سنين فما كنتش فاهم يعني يعني السباحة كلعبة حلوة هي متعبة وأبس هي حلوة في الأخر يعني وما فيش التحام وعنف وكده وهنا يعني من ساعة فما جاءت النادي الأهلي أنا جاءت فما جابوني من النادي تاني جاءت الجمهورية اللي فاتت يعني كان في شهر تسعة وعشرة اللي فات اللي هو مش سنة دي سنة اللي قبلها وأقول بطولة الحمد لله دخلت عملات كويس جاءت خمس ميالات ذهب وحطمت رقم خياسي البطولة اللي بعدها برضو جاءت خمسة ذهب واخدت كاسة عسل سباحك عسل راكم الحمد لله برضو بطولة فاتت برضو جيبت كاسة عسل سباحك عسل راكم وحطمت رقم خياسي أقولي ده أنا في النادي هنا أسعى بطولة اللي هي كاسة الاتحاد اللي هي كانت من مثلا خمس أو ست شهور كده البطولة دي كانت مؤهلة لبطولة أفريقيا اللي هي في تونس دي فكت أسعى بطولة الناس كلها عمتا يعني النهية دي اللي كان يختاروا منها الست سباحين الولاد اللي هيطلعوا بطولة أفريقيا بتتعب معي طبعا جدا يعني هي بيتوديني التمارين وهي بتبع أدويتي وآكلي يعني الولادة طبعا كنتمانية يعني اتشحتط كتير وأصلا هي بتوديني التمارين كهزة تمرين في الأسبوع وهي كمان بتشتغل فهي بتتعبط على نفسها وبردو بتوديني تهم؟ لهم تبع معي عشان كده أنا حابة بقولها شكرا يا ماما دايما في قاية رياضة مامة اللاعب بتكون عيلة فكلمينا أكتر عن عيلتك هنا في السباحة في النادي الأهد يا عمتان السباحة بصراحة احنا كونا منها آئلة كبيرة الحمد لله الحمد لله محمد على المستوى الشخصي وكللاعب محبوب جدا عايزة أقولك بروح الأستاد كل الناس بتوالأهل يمكن أنا مش ببقى عارفة ناس كتير لكن كلهم بيبركوا لي وبيحبوا محمد جدا ومحمد نفسه الحمد لله شخصيته أنا كنت دايماً أقول له بطل من غير أخلاق محدش هيحبك ولا حد حيفتكرك ولا يعني ولا حد أصلاً هيهتم أنه هو يعرفك فدايماً كنت بقول له الحكاية دي بطل بأخلاقك كان دايماً يقولولي يعني الحمد لله كان كل أي حدي مثلاً يباركلي على محمد يقول لي ربنا يحفظه لك البطل الخلوق الكلمة دي يعني أنا بحبها جداً لإبني قوله شايف بيقولوا عليك أن بطل وخلوق الاتنين مع بعض الاتنين معادلة مع بعضيها وانس إن هي هبتدي يروح منك حتة أن أنت متواضع أن أنت بتحب صحابك وبتحب لهم الخير فدي خلاص هتبتدي مش هيبقى عليها أي لازمة فالحمد لله كل الناس بتحبه والواحد عارف ناس كتير جداً من النادي الأهلي ناس محترمين وناس كويسين والمداربين بيحبوه وما بيسافر معهم الحمد لله بيبقوا مهتمين بيه وفعلاً زي قيلته بالظبط أنا ما كنتش خايفة معاه وهو مسافر معاهم الحمد لله كنت عارفة أن فيه حد هيخلي باله من ابني وحيحافظ عليه ويحافظ على صلاة ويحافظ على يعني أنه يخلي باله منه وأكله وشربه كل حاجة الحمد لله كانوا مخليين بالهم منه كان بيبمرن هناك فبالغرية كان الحمد لله كان مبسوط جداً جداً وأنا عرفت ناس كتير وحبيتهم وربنا يدي من الحب بالنا يا رب ويخلينا إخوات وصحاب مع بعض إن شاء الله الرياضة مش بس بتحسن الشكل والصحة الرياضة كمان بتحسن الفكر نشايفة أن الرياضة أضافت وحسنت إيه في شخصية محمد يا حسنت فيه حاجات كتير قوية ومحمد وهو صغير كان هو كان الطفل الأول كان الحفيد الأول كان كنا بنحبه مدلعينه شوية كان قتاشت ليه قوي كان يعني مرتبط بيه جهمت كان على طول لازق فيه كان خجول يعني كان كل الناس يقولوا لي ده محمد ده بيتكسب ده مش عارف إيه كده أما أكمل بقى رياضة وكان وما بيلعب السباحة وكده والبطولات والاحتكاة فإذا لحد فترة كبيرة يعني بعد 11 سنة محمد برضو كان شوية خجول كان منغالق على نفسه شوية لأ خلاص بقى شخص اجتماعي بقى شخص يعتمد عليه الحمد لله يا رب الحمد لله هو مسافر مسافر مع المنتخب في أفريقيا صراحة أنا كنت خايف عليه جداً لأنه هو محمد يعني بيتوتي شوية أسري يعني إحنا لازم نبقى معاه وكده فكانت أول مرة أن أنا أسيبه يسافر بره وهو بيحضر راح يحضر إفنتاته كده لأ لقيت ما شاء الله عليه ربنا يحفظه اتهز شوية في الأول يعني كان يعني كان مثلاً مرتبك شوية في الأول لأ بعد كده ما شاء الله حضر إفنتاته بقى بيعمل الحاجات اللي احنا متعاودين نعملها لوحدنا نقرأ قرآن قبل السبق نشرب عصير ننام كويس يعني مش لازم تبقى ماما معي عشان تقوله لأ خلاص هو عارف الحمد لله طريقه واعتمد على نفسه برضو الناس كانوا في المنتخب برضو ناس محترمين بصراحة بأمينة وكانوا كويسين ومخلين بقى لهم الولاد بس هو برضو عارف هو بيعملي خلاص تدع يعتمد على نفسه يعني ما بقاش فيه فكرة ايه ماما هتعملي لأ خلاص أنا بقيت معتمدة على نفسه خليته اقتماعي خليته شخصية معتمدة على نفسها في نفس الوقت الحمد لله متواضع ربنا يحفظه الناس كلها بتحبه محدش بيقول عليه شخص مغرور شخص يعني مش محبوب خليته الحمد لله برضو في نفس الوقت الرياضة دي مخلينا ان احنا قادرين نوفق بين الدراسة والرياضة برضو بتخليه انسان قادر يعني يتعرض للضغط ويقدر يستجيب له الحمد لله مش لأ انا خلاص بقى وما حنهار وكده لأ ما بقاش عندنا رفاهية الانهيار لازم لازم على طول بنخلي بنا من اللي احنا حنعمله والخطوة الجاية اللي حنعملها الاسبوع ده حنعمل كذا الاسبوع اللي بعده حنعمل كذا حلاص نظمت لنا وقتنا وحياتنا اه طبعا تحت ضغط شوية والحمد لله الايام بتعديك وهو بيعمل اللي هو يقدر عليه والحمد لله ربنا بيكرمه وبيقدر يوصل اللي هو عايزه يا رب يفضل كده دايما ان شاء الله محمد هاني صباحين لسه منضمين اللي ندي لقلي تقريبا من حوالي سنة وثلاث شهور او اربع شهور اه طبعا صباح واحد جدا اه ما شاء الله يعني انا طبعا انا طبعا مش حضر اتكلم فنيا بس هو الارقام هي اللي بتتكلم يعني اه البطولة دي تحديدا هو محطم رقمين رقم المية باك والميتين باك الرقم كان صعب جدا ان هو يتحطم هو طبعا بمجود غير عادي قدر يحطمه وعنده في المية باك تسعة وكمسين سانية رقم جديد ما تحطمش من فترة طويلة جدا حطم رقم الميتين باك اه اعتقد اتنين دقتين سبع ثواني برضو رقم كان صعب جدا ان هو يتحطم اه والحمد لله يعني طبعا كل الحاجات الارقام اللي تحطمت او مستوى الفني ده عشان هو ملتزم جدا في التمرين ملتزم جدا في نومه ملتزم جدا في اكله فحضرك برضو ناس انتوا عارف ان السباحة عدة مقاومات ومش بيتمرن كويس بس هو واخد بيتمرن فتنس طبعا كويس جدا فهو عنده الاربع خمس مقاومات اللي تخليه سباح في المقدمة دايما ويعني عايز اقول حضرك ان محمد داني ان شاء الله يعني ان شاء الله حيبقى من اقوى الصباحين اللي موجودين حتى في مرحلة عمومي الفترة اللي جاية البيت بيفرق هو الولد ان شاء الله تربية محترمة جدا ولد متواضع جدا ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي حضرك ممكن تقبلها في اي رياضي او في اي شخص عام يعني بس هلي كلم عن الرياضة بالتحديد عشان بيكلم في برنانك رياضي هو عشان هو متواضع ويعني زي مدوح رجي بيالتزم بكل التعليمات اللي بتجيله سواء ادارية او فنية فهو في المقدمة ولو حيفضل طبعا على نفس الاتيتيود ده حيفضل على طول في المقدمة فيه سباحين كتير جدا سباح ب brutally يفرج على التمرين بيبقى في نوع من الانوع والتحفيز بيبقى فيه ببصوا البعض يعني انت باعش كويس تمام في هنس بترتاح نفسانه ولئة الامر موجود ولا التمرين وعلى العكس وهنا فىويه سباحين يعني مبتبقىش حبة ان ولئة الامر يبقى بس هو من الشخصيات اللي واضح انه فيه ارتباط كويس بيالبيت فهو بيبقى مبسوط ومونتق огрads على التمرين وهو الولد سي ما قلت حضرك هو التربيت وما شاء الله حاجة جميلة طريق حتى باسم النادي لها والله التزموا بالتعليمات لأن أي تعليمات بتجيلكوا بتبقى المصلحة ولادكوا تعليمات سواء فنية إدارية حتى التبضية لما الدكاترة بتتكلم بتدي نصائح معينة في موضوع الأكل والنوم هو بيبقى في الآخر هم مصلحة السباح يعني هو ما بيكلمش على مصلحة الشخصية وطبعا النادي في الآخر بيستفيد ان الولاد بتكسبوا النادي اللي بيفضل في المقدمة أكيد خلال السنين دي كلها مرة عليكي ذكريات ولحظات حلوة كتير احكي لنا عن أحلى ذكرياتك مع نحمد في السباح يا ذكريات كتير قوي قوي المدانيا دهب خدناها وإحنا 11 سنة أول رقم حطمه أول رقم خياسي حطمه مسافر أفريقيا والحمد لله جاب دهب 100 و200 باك وفضها 50 باك حطمه الرقم الخياسي بتاع أفريقيا بس بأمانة الحمد لله يعني الآخر بطولة احنا حضرناها اللي احنا هي لسه كت من اسبواندي يعتبر كف من أحلى البطولات في حياتنا محمد الحمد لله ربنا يكرمه حطم رقم المية باك عمل سبق 200 باك واو يعني في منتهى الجمال أنا كنت قاعدة أتفرج عليه حسن أنا عايز أعيط ما شاء الله عليه خلاص حسيت إن إنسان هو كبر يعني ما شاء الله عليه بيعون سبق جميل إنسان تحس إن إنسان كبير بقى عارف هو بيعمل إيه مقسم السبق لنفسه يعني عمل سبق جميل حطم رقم الميتين باك كان رقم القياس الميتين باك اتنين تسع هو ما شاء الله عليه ربنا يحفظه جاب اتنين سبع فكان يعني كان سبق في منتهى الجمال وكان البطولة كان بطولة جميلة جدا هو يا حبيبي كان داخل متخوف لأن اللي أنا كنت بقوله محمد حضر يعني أرانس خمس ست بطولات ورا بعد ورا بعد ما فيش راحة يعني أقل من شهر وإطلع البطولة اللي بعدها فكان يعني جسمي مشدود جسمه تعبان مرهق ما بيريحش فأقوة كان داخل البطولة دي متخوف أنا عادت أقوله ربنا عمره ما هيضيع تعب الشهود دي كلها مش تعب الشهر ولا الشهرين اللي انت تمرنتهم للبطولة دي لأ انت بقالك أكتر من ثمان شهور بتتمرهم متواصل ما بتريحش حتى يمين على بعض فقلت له هو ربنا ما بيضيعش تعب حتى ما تخافش ان انت هتخاف منه ده ان شاء الله هيجي أحسن حاجة انت عملتها وفعلا يعتبر ان دي كانت أحسن بطولة في حياة محمد رقم جميل جدا سبق حلو جدا كل اللي اتفرج عليه يعني بقى منبهر ما شاء الله عليه فبصراحة دي كانت أحلى بطولة احنا خضرناها أخذ كاس أحسن سباح كاس أحسن رقم بسبق المتين باك اللي هو عمله ده يعني كانت أحلى بطولة احنا خضرناها في حياتنا بصراحة في نهاية كل حلقة نخلي البطلة اللي معانا توجه رسالة الباقي لأمهات فإيه هي رسالتك النهاردة بصي عايزة أقولهم كل أم وأي أم بطلة مش لازم تبقى أم سباح ولا أم رياضي ولا الكلام ده خالص احنا الحمد لله المسئولية مش قليلة جدا على أي أم حتى الأم اللي ما عندها السباح لكن لا هي مطالبة إنها بتروح شغلها وترجع بيتها وتزاكروا وتعمل كل ده كلهم أبطال بأمانة مش لازم تبقى مش لازم تبقى أم سباح آه أي نعم بصراحة إحنا علينا لود كبير قوي لود التمرين إن أنت تمرين كل يوم إن أنت توصلي وتجيبي آه ده بيبقى ده بيبقى لود زيادة بس إحنا الحمد لله قصاد كده ربنا مكافئنا بإبن الحمد لله كلنا بنفتخر به هو هو وإخواته أحلى حاجة في حياتنا الحمد لله وأنا معاه في الستيد وهو بيعمل الحاجات دي أنا بحس يعني إن أنا في أحلى لحظات ساعت يعني عمري ما ببقى سعيدة زي ما ببقى وهو في الطلاط فالحمد لله يا ربنا مراضيني بالابن اللي هو بيحقق لي كده بس أي أم تانية برضو هي بطلة اللي ابنها حتى ما بيحققش وهي عملا تجري وراه وبتجري وراه في التمرين وكده عشان ابنها يحسن مستوى هي بطلة بالعكس دي ممكن تبقى بطلة أكتر مني لأنها إن هي يا حبيبي هؤلو لا بنش بيحقق بس هي برضو وراه ما بتسبهوش أنا هي معافلع بيته ومتحافظ عليه وبتعمل كل اللي أنا بعمله وإن شاء الله يعني أي أم بتعمل كل الحاجات دي مع ابنها ربنا هيجازيها خير كفاية إن هي اطلع إنسان كويس والرياضة دي فعلا يعني بتهزي بالسلوب فبتطلع إنسان صالحه كويس للمجتمع فكلنا أطل وإن شاء الله ربنا يجازينا خير في أولادنا يا رب إن شاء الله ما دمهنا وارتينا بشكرك جدا لا والله الشكر ليكي أنا مبسوطة قوي إن أنا جيت النهاردة وسجلت معاكم في قناة الأهلي عشان كل الناس كمان يعني تشوف إن الولاد اللي بتتعب ربنا بيجازيها وإن اللي بيتعب حيلاقي سواء لاعب أو سواء أم كل واحد بيتعب ربنا بيديله على قد تعبوك فأكيد دي يعني أنا أحب إن الرسالة دي توصل لكل الناس على قد التعب ربنا بيكافر وبكده تكون نهاية حلقتنا المهاردة نشوفكم في حلقة جديدة مع بطلة جديدة من برنامج البطولة أمهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة